ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى خير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد أتيت لكم اليوم بقصة رجل قد ضاقت به الدنيا كان هناك رجل قصت عليه الدنيا فبلغ من الهم والديون والأحزان ما بلغ حتى أثقلت كاحله فصار يجلس أمام منزله حزينا ولا يكلم أحد ولا يريد الجواب على أحد وفي يوم من الأيام فإذا برجل يمر فوجده جالسا أمام بيته فرأف بحاله وأتى إليه وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلم يجب فقال أخي أنت لا تسمع فلم يجب فقال له يا أخي وهو يشاور بيده ألا تراني فلم يجب فاقترب إليه وهزه فأجابه منزعزا ماذا تريد فقال له ألقيت عليك السلام فلم تجبني فقال وعليكم السلام فقال له أريد منك بعض الماء فقال سأحضر لك الماء لأفتك منك وذهب وأحضر له الماء وعطاه إياه وقال له اشرب وانصرف من وجهه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ما بك يا أخي فقال له ماذا تريد فقال له أريد أن أسألك بعض الأسئلة فقال اسأل وانصرف من وجهه فقال له جئت إلى هذه الدنيا وأنت مثقول الكاحل فأجاب لا فقال هل ستترك الدنيا وتأخذ معك الهموم فأجابه لا فقال له أمر لا تأتي به ولن يذهب معك الأجدر أن لا يأخذ منك كل هذا الهم فكن صبورا على أمر الدنيا وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض يكن لك ما أردت ابتسم فرزقك محسوم وقدرك محسوم وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم لأنها بين يدي الحي القيوم اذهب وصل لله رقعتين يفرج همك فذهب الرجل وصل لله رقعتين وعندما انتهى من الصلاة فإذا بالباب يدق ففتح الباب فإذا بأخيه المسافر قد عاد وأتى بمال وفير فسدد الرجل ديونه وانقضت همومه فسبحان الله القادر على كل شيء اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ولا تنسونا من صالح دعائكم وتمنى أن يكون المقطع قد نال آجابكم ولا تنسو نشر المقطع لكي تعمى الفائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا